موسيقى دعوا مثلونا عن جميع الأحزاب البريطانية في مجلس العموم واللوردات حكومة المملكة المتحدة إلى استخدام صوتها في الأمم المتحدة لدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني ونضاد المرأة من أجل الحرية جذلك خلال مشاركة برلمانيين بريطانيين في مؤتمر عقيدة في مقر البرلمان في العاصمة البريطانية لندن بعنوان انتفاضة إيران المرأة القوى الرائدة للتغيير بتنظيم من لجنة البريطانية لحرية إيران حيث انضم نشطاء بريطانيون بارزون في مجال حقوق المرأة وأكاديميون يمثلون عن مختلف الجمعيات إلى جانب عضاء البرلمان لمشاركة في هذا المؤتمر ودع المتحدثون الحكومة إلى العمل مع الحلفاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام الإيراني بما في ذلك التدابير العقابية للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين على وجه الخصوص النشطات من الإناث والألف من المتظاهرين الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات في جميع انحاء البلاد في أواخر لسمبر الماضية من جانبها قالت رئيسة المجلس الوطنية للمقاومات الإيرانية مريم رجوي في رسالة مصورة إنه وفقا لمسؤولين في النظام الإيراني فقد تم اعتقال ما لا يقل عن ألفين امرأة منذ بدء الانتفاض لعدم قبلهن سياسات نظام الولي الفقية مشيرة إلى أن ولاية الرئيس حسن روحاني الذي يدعى الاعتدال حسب تعبيرها بل يدعي الاعتدال حسب تعبيرها شهدت عدم أكثر من ثمانين امرأة وشددت رجوي على أن نساء تمكننا من الوقوف بجانب الشباب الإيرانيين من توسيع الانتفاضة إلى 242 مدينة في إيران كما أنهن يلعب دورا رئيسيا في توسيع الاحتجاجات والاضطرابات ويمهد لانتفاضات كبيرة في المستقبل